الانقلاب على الشرعية في سقطرة يستكمل استحقاقاته تحت مضلة قوة الواجب السعودية 808 آخر المنشآت العسكرية ممثلة بمعسكر قوة الأمن الخاصة والذي تحول إلى مقر مؤقت لللواء الأول مشات بحر الموالي للدولة وقع السبت تحت أيدي الانقلابيين يوم واحد من حرب لم تكن مفاجئة كان كفيل في ظل اختلال ميزان القوة لصالح الانقلابيين بأن يفرض هؤلاء الانقلابيون سيطرتهم على كامل المنشآت الحيوية والمباني الحكومية وأن يعلنوا على لسان مدير فرع المجلس الانتقال رأفة الثقل ما تسمى الإدارة الذاتية للجنوب في الأرخبيل من مكتب المحافظ محروس المعين من الرئيس هادي لم يحظى سلوك كهذا بردة فعلا من جانب التحالف الذي اكتفى بإعادة نسخ وتسريب موقفه الذي أصدره حول انقلاب عدن مع تشذيبا يتفق مع المكاسب الكبيرة التي أحرزها الانتقال طيلة الأشهر العشر الماضية بدعم كامل من هذا التحالف في ذلك التصريح المسرب حذر من يدعي أنه تحالف دعم الشرعية كل الأطراف في توزيع صلف للمسؤولية بالمساواة بين المعتد والمعتدى عليه ودعوته إلى ضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة الأدهى من ذلك أن التصريح المنسوب لمصادر مطلعة والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط المملوكة لعائلة الملك سلمان تحدث عن سقوط مقاذيف غير معروفة المصدر هددت أمن وسلامة قوات التحالف وعن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في الجزيرة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوتية على الحكومة الشرعية وأن النزاع بين الأطراف قد يكون بهدف الحصول على الغنائم بيان مثير للاستغراب يفترض أن الأسلحة الثقيلة كانت مخبأة بمكان ما وأن المدافعين عن الشرعية لم يحسنوا استخدامها ليعثر عليها بعد أن تمكن المتمردون من السيطرة على حديبه إنها محاولة مكشوفة من هذا التحالف لتبرئة ساحته من تهمة ثابتة عليه وتتعلق بتمكينه للمتمردين من سلاح الدولة وفتح المجال أمامهم لتحقيق أهداف السيطرة الكاملة على الأرخبيل الأسوأ من ذلك كله بيان الحكومة الذي وصف ما جرى في محافظة أرخبيل سقطرة بأنه رد فعل عدواني ومستهتر من جانب الانتقال والجهة الداعمة له في إشارة خجولة للإمارات على الجهود الحتيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار اتفاق الرياض على الرغم من حضور الإمارات الصريح في المشهد الانقلاب بسقطرة وبعد أحدث انقلاب دعمه التحالف عليها ها هي الحكومة تكتفي بمطالبة قيادة ما تسميه تحالف دعم الشرعية ممثلا في السعودية وبحكم وجود قواتها في سقطرة بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والجاد لوقف هذا الصلف دعوة لا تفيد سوى في إضفاء المزيد من الضبابية حول الموقف السعودي الصريح والعداء ضد اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر